قرية فروش بدجان قرية مهمشة عشان المرأة من الصبح لآخر النهار في الزراعة مع جوزها فيش أي وقت للترفيه ولا أي إشي إيمانة بصرور قرية فروش بدجان عضوة مجلس في قرية فروش بدجان كنت نازلة من الصبح من بيتي من الساعة الصبح الساعة سبعة صباحاً منزل ع دوامي في الجفتليك طرق الزراعينا صعبة جداً في القرية الداخلية مش معبدة ولا حتى كلها جوار ومي وهيك النوع ممنوع أننا نزفت ممنوع أننا نبني وأنا في نص الطريق لسه موصلت في الشارع الرئيسي برق مي في الشوارع عشانها صعبة مش ميح بمرة زحلقت ومكسرت ريه لي ثلاث قصور أنا وقعت منطقة فيش حدا يعني ينقبني ساعتها طول يعني التلفون اتصلت على أهلي وأجواء أخذون يعني ما في طبعاً معيادة في البلد نفسها تضطروا ويأخذوني لسه على نابس خمسة عربين كيلو بتاوصلة المدينة وعلمك أنا بعاني وشو حالة لوحدة الصحية مع السيارة والمشوار هذا الكسر الثالث صار من الحركة وهيك الوكسور مش لازم يتحرك واضطرت يعني جبص نواها وحطوا البلاتين وعطلت ثلاث شهور أنا مجبصنة طبعا هيك أثر على عملي وعلى حالتي النفسية طبعاً ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة